اخر حاجة بس عايزين نتكلم عليها فيه التاب بتاعت الهوم اللي هي الـ Two Groups الجروب الاولاني اللي هي الكليب بورد اللي هو الكوبي والبست الكوبي والبست ازاي لو انا عايز الوسططيل ده عايز اعمل له كوبي منتهى البساطة ممكن اعمل كليك مين واعمل كوبي واروح للحتة اللي انا عايز اعمل لها بست وابدأ اقول له ايه? وابدأ اقول له كليك مين بست او وبعدين عايز اعمل بست ليه التكست بوكس ده فحبدأ أعمل click mean وأبدأ أعمل paste أو الإختصارات لو أنا عايز أعمل copy حبدأ أعمل ctrl و دو س و أعمل paste حقول كنترول و دو س V يبقى أنا ك'daasyعة ايه أعملت copy و عملت paste بس في نوات حاجة مهمة جدا في عندنا حاجة اسمها paste option في عندنا حاجة اسمها ايه paste option لو انت بتعمل text box أو عملتلي نوات copy وروحت انه وتعملت له في عندك اولاني اللي هو يعني اعمله بنفس الصيغة والاوبشن التاني اللي هو هاته على هيئة ابص كده دي عبارة عن صورة اي صورة اقدر اصغرها اقدر اكبرها لكن مش 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 خط يبقى في عندنا ان انت تعمل صورة او ان انت تعملها على اساس ان هي ايه تعالى كده نجرب التاني اهو كنترول سي وابدل روح انهوة كنترول في هل دوت صورة لا ده خطة اهو لكن دي عبارة عن صورة فاهمنا الفكرة طب لو انا بقى بنسخ حاجة مسلا تعالى كده نغير بس الفورماتينج مسلا نخلي ديت لونها باللون الاحمر ونخليها بس لو انا عايز كلمة ورحمة ديت اخدها كوبي هاقول له اهو كنترول سي واروح انهوت وابدأ اقول له انهوت ايه كنترول في برضه عندي نوات عندي اوشنز كتير قوي بس بيقول لي ايه اول حاجة اللي هي يوز ديستينيشان فيم اللي هي المكان اللي انت ناقل من عنده هتبدأ تحتفظ بنفس خصائصه النوع التاني اللي هي كيب سورس فورماتينج نفس الفورماتينج بالزبط النوع التالت اللي هو اعملها لي كابيكشار والنوع الرابع اللي هو ايه ان انا عايز بس 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 كده ده ده الفورماتينج هي نفس الفورماتينج نفس الخط ونفس اللون ونفس الحجم. لكن لو انا قلت له بس في ايه اللي هيحصل? هيحتفظ بالفورماتنج بتاعة الجديد. طيب في برضو حاجة تانية مهمة جدا. لو انا مسلا عندي آآ حاجة مكتوبة مسلا على كزا سطر. اهو. اول سطر مسلا كان بتاعها آآ مختلفة شوية. كتبت اي حاجة كدهوت. وفورماتنج مختلفة شوية. تمام كده? عايز نفس الفورماتنج اللي هنا احطها هنا هو. يعني اللي هو حجم الخط اللي اربعة واربعين. آآ السمك اللي هو عايزه لونه احمر. اعملها ازاي بسرعة? في عندنا حاجة اسمها فورمات بينتر. لو انت كليكيت عليها وانت واقف على الفورمات اللي انت عايزه. يعني انت دايما توقف على الفورمات اللي انت عايزه. وتبدأ تختار الحتة اللي انت عايز تعدلها. اهي. ايه اللي حصل? نقل لك الفورماتنج اللي كانت هنا. نقلها لك حطها لك هنا اهو. اهو بص كده اوقت نفس سمك الخط. نفس اللون. نفس الستايل. نفس كل حاجة بالزبط. يبقى دوت الاول جروب اللي هو كليب بورد. فيه برضو عندنا هنا هو الجروب اللي هو التاني اللي هو فايند وربلاس والسيليكت والحاجات دي كلها. اول الاختصار بتاعها. اختصار بتاعها عبارة عن ايه? عبارة عن كنترول اف. فيه عندي هنا هوات فايند وفيه عندي هنا هوات حاجة اسمها ريبليس. ريبليس عبارة عن ايه? لو انت مسلا كاتب جملة غلط. وقالياكم مسلا انا كاتب ورحمة بالته. انا عايزها بالهي. فحابدة اكتبها له ازاي بقى? حابدة اقول له كلمة ورحمة اهي. انا هاتلي فايند ورحمة. بيقول لي ريبليس وز ايه? انت عايز تبدلها بايه? هقول له ورحمة اللي هي بالهي. مسلا. وحابدة اقول له ريبليس قول. طلع لي بيقول لي فيه تلاتة. ايه. ايه هم التلاتة? كان فيه رحمة هنا اهو ورحمة هنا اهو ورحمة هنا اهو. طبعا ايه الصح بتاعها ان هي بالته وليست بالهي. تمام? وحابدة ابدلها بايه يا جماعة? ورحمة او فايند او ريبليس اوكي. بدأ اهوات ايه? اعدلها لي. بقى انت انت مش بس ينوات في السلايد الوحدة. ده في الملف كله. لو انت عايز تعدل القصة دي في الملف كله يقدر يعدلها لك بمنتهى البساطة. نيجي بقى الحاجة في منتهى الاهمية برضو اللي هي حاجة اسمها كونفيرت تو سمارت ارت. ايه هي السمارت ارت? تعالى كده اتنشوفها مع بعض مسلا. يعني في عندنا هنا اوات اه حاجات بالشكل ده. اه بصوا مسلا حاجة زي كده. دي كنت اعملها دي اسمها سمارت ارت اهي. نفس الكرام هنا اوات. برضو شايفين الحاجات دي. دي كلها اسمها ايه? سمارت ارت. لو انا عايز اعمل حاجة زي السمارت ارت دي. في عندنا برضو سمارت ارت جاهزة. وفي عندنا حاجات احنا ممكن ندور عليها من على الانترنت. لو انا اخترت راوة التكست بوكس اهو. حابدى اقوله ايه كونفيرت تو سمارت ارت. بيبدأ يديني سمارت سمارت ارت هيت موجودة ديفولت في البرنامج اهي. يعني شايفين حاجة زي كده? تقدر ان انت ايه? تقدر ان انت تتعدل فيها وتزبط فيها. وعندك بقى ستايلات تانية وعندك حاجات وبتاع تقدر ان انت تتزبط. وفيه عندك حاجة كتيرة جدا. طبعا يعني تقدر ان انت تزود بقى اكتر من واحدة وكده زي ما حنشوف اه مع بعض. لكن يعني خلينا مسلا اه. نقف على التكست بوكس ده ونبدأ نقول له كونفيرت تو سمارت ارت. لو انت عندك كزا حاجة يعني لو انت عندك كزا سطر. السطر مسلا الاولاني مكتوب او. النفس الحاجة. اهو. تمام كده? تعال كده تنشوف كونفيرت تو سمارت ارت اهي. حتى لو هي دوائر هي تعمل هالي. بالشكل دوت برضو عملها. كل الاشكال اللي انت عايزها تقدر ان انت ايه تجيب الاشكال بتاحتك من هنا اهو. شايف الاشكال ديت. عندك اشكال كتيرة جدا. ولو انت مش مش عايز الاشكال دي او مش عاجباك الاشكال دي. تعال كده نروح نشوفها مع بعض. يعني احنا ممكن نعمل كونفيرت تو سمارت ارت في عندك اشكال كتيرة جدا. ولو انت عايز اشكال تانية هيت. فتح لك ان هو تلاقيه الويندو ديت. في عندك في عندك لو انت عايز يعني حاجة على هيئة في عندك يعني مسلا تبدأ تقول له ايه مسلا الاول حعمل كزا والتاني حعمل كزا والتالت حعمل كزا. يعني لو حاجة فيها خطوات او بتبدأ ان انت تعملهم بالشكل ده. في عندك تقدر ان انت تعمل من مناظر دي كلها. في عندك يعني حاجات كتيرة جدا. لو انت مسلا عايز تعمل حاجة متقسمة او متفرعة. آآ لحاجات تقدر ان انت تعملها. في عندك كتيرة جدا جدا هنا هوت. في عندك مسلا حاجات اللي هي في عندك. في طبعا عندك حاجات بقى ممكن تبقى من برضو في ممكن حاجات تبدأ تحملها. او في بقى عندنا حاجات جاهزة تيجي ممكن تنزلها من النت. اشهر موقع بتنزل منه الحاجات الجاهزة من النت. موقع اسمه بريزنتيشان جو. بريزنتيشان جو دوت كوم. الموقع ده اشهر موقع تقدر تنزل منه حاجات من الانترنت. تعال كده وتنشوف مع بعض. في عندنا ان هو تيمبلتس جاهزة. يعني نقدر برضو نحمل تيمبلتس آآ جاهزة زي ما احنا حملنا التيمبلتس المرة اللي فاتت. حاجات جاهزة خالص. تمام? برضو تقدر تشوف التيمبلتس دي تخص البزنس. الفاينانس. يعني حاجات المالية. فود اند درينك. اندستري بروداكشن. ميديكال. ناتشرال. آآ ريزن. آآ آآ ريزم اللي هي السي في. سبورتس. في عندك حاجات كتيرة جدا. مسلا ترانسو بورتيشن. مسلا تعال نشوفها كده. هتلاقي في حاجات هي تخص الترانسو بورتيشن. اهو. مسلا آآ يعني دي دي برضو حاجة يعني تخص الترانسو بس يعني آآ اقمار صناعية وكده. هنا هو برضو يعني بص الصور هنا هو دي آآ صور طيارات على ما اظن. هنا مسلا حاجة للعربيات. يعني في عندك تيمبلتس كتير جدا. لكن الاهم في البرنامج ده او في الموقع ده. اللي هو التشارتز والدايجرامز. في عندك هنا هو تشارتز والدايجرامز كتيرة جدا جدا جدا. تقدر ان انت تحمل حاجات جاهزة آآ من الموقع ده. شايف? الحاجات دي كلها تقدر ان ان انت تحملها. شوف انت مسلا عجبك ده تبدأ ان انت تفتحه وتبدأ تحمله. اهو. تعالى بسلا نشوف حاجة مع بعض. يعني ممكن برضو خلي بالك يعني بدل ما تدور في حاجاتز كتير قوي. ممكن تقول له. بيقول عندك حاجات متفرعة من بعض. فيه مسلا تعالى نشوفها مع بعض. اهي. مسلا حاجك دوت مسلا على شكل آآ سوداسي. او على شكل آآ شكل سوداسي دوت. في برضو هنا وقت حاجة مسلا لو انت بتقول لكم حاجات مرتبطة ببعض. آآ يعني في حاجات على هيئة في عندك حاجات كتيرة جدا زي ما انت شايف. تقدر ان انت حاجات مسلا هرمية بالشكل دوت. آآ تقدر ان انت تنزلها وتقدر ان انت آآ تشوفها. بص انت عندك نوت ست صفحات تخيل? يعني نروح مسلا لصفحة رقم ستة كدوت. هتلاقي كل الحاجات ديت ايه? اللي موجودة عندهم بالشكل ده. نروح مسلا صفحة خمسة. هتلاقي برضو نفس الكلام بالزبط. اهو شايف? حاجات كتيرة جدا واشكال والوان حاجات جاهزة. يعني هما الناس عملوها ازاي? عملوها بالشيب او اللي احنا اتكلمنا فيه. لكن هو بيدي لك حاجة جاهزة يعني تقدر ان انت آآ لو انت برضو عايز تقدر ان انت آآ تعمل مسلا بالشكل ده. عندك حياة كتيرة جدا. برضو لو انت عايز آآ تعمل آآ او على حاجة معينة. انت ممكن تعمل مسلا على مثلا على مثلا. يعني اشكال هندسية او اشكال تخص الهندسة شوية. ممكن نعمل مسلا سيرش كده اتنشوف ايه اللي يطلع لنا. بيقول لي ما فيش اي حاجة طلعت لنا بالمعنى ده. تمام? يعني تقدر ان انت تشوف بقى اي حاجة مسلا آآ تقدر ان انت تعملها. لو انت مسلا عايز حاجة آآ آآ بتلاتة مسلا. ممكن تعملها ازاي? تقدر مسلا تقول له اهي. تمام? وتدوس نشوف النتيجة اللي هتزهر معنا. اهو بص جيب لك الحاجات اللي هي تنفع ايه? تنفع تلات حالات. يعني انت عندك تلات حالات عايز تعملهم تعرضهم مع بعض تقدر اهو عندك اشكال كتيرة جدا. اهو فيه عندك برضو تلات حالات على هيئة كلب على هيئة قطة. آآ فيه هنا وقت آآ تلاتة هيت. هنا بقى يعني ممكن يطلع لك حاجات تانية غير السرش ممكن يطلع لك سبع هنا وقت مش عارف ليه. يعني برضو عندك بالشكل ده. بتقدر انت تطلع اشكال كتيرة جدا من السرش. طبعا اي شكل مسلا يعجبك? وليكن مسلا انا عجبني الشكل ده. حبدأ افتح الشكل دوت معاكم مع بعض. وحابدأ انزل كده هوت. عندك هنا هوت فيه الحتة اللي هي بتاعت الداونلود بس خلي بقى لك وانت بتعمل داونلود? لازم تبقى فاهم انت عايز الاسبكت ريشيو الريشيو ليه نسبة الطول للعرض كام اربعة تلاتة ولا ستاشرة لتسعة. لو انت عايزش تشغل ستاشرة لتسعة فحابدأ اقوله نوات فري داونلود. هيبدأ يقول انت عايز تداونلود فين? هابدأ اقوله مثلا على الديسك توب وابدأ اقوله سيف. عمل داونلود اهوت بالشكل ده. تعال معايا كده اهوت بقى نشوف الحاجة اللي هي اتعمل لها داونلود. اعمل دابل عليها. طبعا لو انت عايز تعدل تبدأ تعمل بالشكل ده. تظهر لك ايه باش مهندس? تظهر لك الشكل بتاعك بيه اللون السود او باللون الفاتح. تمام? ادي اللي انت نزلتها. كل حاجة بقى من دولة تقدر ان انت تعدل فيهم. تقدر تعدل في الكتابة زي ما انت عايز بالشكل ده. او تقدر تعدل في الاشكال. طبعا انا يا باش مهندس عايز انزل اه الاشكال الصغيرة دي. الاشكال الشفافة دي. انزل الاشكال الشفافة دي اتمنين. فيه برضو عندنا موقع تاني في منتهى الامية. اسمه الفري فيكتور ايكون. تمام? تعال كده نشوف الايكونز مسلا عبارة عن ايه? فيه عندك ايكون تخص 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 مسلا تنظيمك للوقت وحياتك. فيه عندلك مسلا ايتمز تانية ادوات المكتبة. فيه ايتمز مسلا لو انت بتتكلم على فيه ايتمز مسلا بنتكلم على في عندك حياة كتيرة جدا تبدأ برضو اه تعمل لو انت مسلا عايز تتكلم على موضوع معين تبدأ تعمل ويطلع لك ايكونز. واللي اكل مسلا انا حستخدم الايكونز اللي هي بتاعة الايكونز. تعال كده نشوف ها مع بعض. هاجبني كل الايكونز اللي تخص الايكونز تمام? طيب انا مسلا عجبني الموضوع ده او عجبني الايكون دي. فحب ده اعمل ايه? نبدأ نفتحها مع بعض. تقدر ان انت تعمل اديتنج للايكون خلي بالك. بالالوان اللي انت عايزها. بس يعني الخدمة دي ات متاحة للناس اللي عندها اكاونت على الموقع ده. لكن لو انت وعندكش اكاونت فيش مشكلة. اهي. يبقى انت عندك الايكون دوت. برضو هو فهم وجهة نظرك ان انت عايز ايكون زي ده. فبدأ يجيب لك الايكون اللي شبهه. تقدر برضو تشوف الايكون اللي يعجبك ما فيش اي مشكلة خالص. لو احنا عايزين بقى ننزلها نمكن ننزلها عن طريق اللي هي ايه داونلود فري داونلود ده اهوت. عايز تسايفها فين? فانا مسلا هسايفها برضو على الديسك توب. بص كده اوت معي بقى. انا باللقتي عندي ايكون اوضا. صحي كده? حبدأ احط الايكون كده اوت هنا على الديسك توب. جبهولي شفاف اخدت بالك. يعني سيفولي ان هو شفاف. وتبدأ ان انت تصغره زي ما انت عايز. وتبدأ ان انت تحطه في المكان اللي انت عايزه. يعني انت على الالقتي عايز تلغي الايكون ديت. نلغي الايكون دي مفهاش مشكلة خالص. احنا كده لغينا اسف الايكون ديت ممكن نلغيها. ممكن نحط مكانها ايه الايكون دي تبدأ تصغرها بحيس ان هي تملى المكان اللي انت عايزه. بالشكل ده. يبقى انت تقدر ان انت تعمل اتشارت بالشكل ده. والاتشارت دوت ايه باش مهندس? تختار الايكونز اللي انت عايزها. يعني مسلا النقطة ديت النقطة دي. هنتكلم مسلا على اه المسلا فاخترنا ايكون يخص النقطة دي مسلا بنتكلم على الدراسة اثناء الاونلاين. فممكن نختار ايكون مسلا بيدل على الدراسة ممكن يكون كمبيوتر مسلا واحد قاعد عليه او حاجة. يعني تقدر ان انت تختار الايكونز دي وتقدر ان انت اه تعدلها. على العموم انا هبعط لكو برضو اه فولدر ان هوات في ايكونز وفي دايجرامات كتيرة جدا. يعني بص ان هوات في دايجرام يعني مسلا بيقول لك ايه? لو انت عايز تنجح مسلا تعمل خطوة الاولية التانية التالتة السبعة تلاقي نفسك مسلا نجحت فبيعرضها لك بطريقة حلوة جدا وزي ما احنا قلنا نقدر نغير الايكونز بالشكل ده. في برضو ان هوات اه نشوفها مع بعض كده هوات. دي برضو لو انت عايز تشرح يعني حاجة بتعملها. انا برضو عملتها كزا مرة بتبقى شكلها لذيذ جدا. في عندك ان هوات اه في عندك ان هوات الشكل دوت برضو حلو جدا للمهندسين. يعني كأنها وينش والوينش دوت طالع منه مسلا اربع حاجات او اربع اختيارات. برضو شكل جميل جدا. برضو الشكل دوت برضو من الاشكال الجميل اللي انا بحبها قوي اللي هي عبارة عن لمبة. واللمبة ديت مسلا بنقسمها لكزا برتيشن وكل برتيشن بيتكلم على اه حاجة معاينة. خلي بقى انت ممكن تلغي لبرتيشن منهم وتبدأ تزود هنا شوية وتقلل هنا شوية. يعني تقدر ان انت اه تلعب فيها ما فيهاش اي مشكلة خالص يعني. فيه برضو عندنا يعني اعمل كزا او ما تعملش كزا او التصرف ده صحيح التصرف ده غلط تقدر ان انت اه يعني تشوفها بالشكل ده. فيه برضو دي جميلة قوي. برضو دي لطيفة جدا جدا جدا. يعني مسلا ممكن تقول مسلا في اول اه مرحلة مسلا في بتاعك تعمل كزا تاني مرحلة نعمل كزا تالت مرحلة نعمل كزا يعني برضو من الحاجات الجميلة قوي. فيه عندنا يعني بيقول لك لو انت عملت كزا ثم كزا ثم كزا تبدأ تنجح او تبدأ مسلا تحقق الحاجة المعينة تبدأ آآ تطلع ان هوت الحاجة اللي انت عايز تحققها بالشكل ده. فيه عندك دي. اهو جايب لك مسلا آآ انت عايز تقول له نسب معينة او حاجة بتبدأ تعرضها على طريق زي كوباية شاي كده هوت متقسمة بنسب معينة يعني شكلها لطيف جدا. فيه برضو برينستورم ديجت برضو من الحاجات الجميلة جدا ان انت تبدأ تقول مسلا ان الفكرة بتاعتك آآ الفكرة ديجت مسلا آآ كنت متفكر في كزا وبعدين طورتها بقت كزا وبعدين بقت كزا وبعدين بقى كزا فممكن تعرضها بالشكل بالطريقة ديت يعني. فيه عندك اشكال كتيرة جدا تقدر ان انت تسيرش اونلاين عليها. يعني زي ما انت عايز تبدأ تتحكم في بتاعتك. نرجع بقى احنا فهمنا كده هوت في برضو حاجة من الحاجات الجميلة قوي فيه تقدر ان انت تعمل يعني لو انت مسلا عايز تقول ان الحاجة دي اتغلط فممكن آآ تعمل مسلا انسيرت شيب. آآ عندك اشكال كتيرة جدا عندك اسهم هيت بالشكل ده تقدر ان انت تدخلها. آآ فيه عندك برضو فيه بتاعتنا آآ ممكن مسلا تدخل دوت. يعني فيه عندك اشكال كتيرة جدا تقدر ان انت آآ تتفرج على الاشكال دي. مسلا لو انت بتقول ان حاجة مسلا تلي حاجة او كده ممكن تعملها بالسهم ده. برضو عندنا انهوت يعني لو انت عايز تعمل العالم معين او حاجة او فيه حاجة مسلا مهمة انت عايز تعمل لها مسلا او انتباه او حاجة زي كده. تقدر ان انت تدخل بتاعك من هنا. برضو لو انت عندك او حاجة مسلا ملاحظة او حاجة زي كده ممكن تعملها بيه الشكل ده. تبدأ مسلا تكتب ملاحظة او تكتب معلومة هنا هوت. وطبعا نفس الكلام تقدر تغير الفورمات بتاعك. الكلام ده كله تقدر ان انت تغيره. برضو من الحاجات الجميلة جدا اللي هي الزائد ديت. تمام? تقدر ان انت مسلا لو عايز تعمل تكتب معادلة مسلا حاجة زي حاجة او كده. تقدر ان انت تزبطها بالشكل ده. لكن لو انت عايز تكتب معادلة عن طريق شكل. لكن لو ممكن تكتب معادلة عادي خالص. تمام? طيب تعال انهوت فيه برضو فيه عندنا اشكال برضو يعني انت ممكن تعمل مسلا زرار بالشكل ده. الزرار ده بس بيبقى دي يعني انا لو ادوس على الزرار ده ينقلي للسلايد اللي بعديها. لكن ده خلينا نتكلم عليه قدام شوية. وبكده احنا تعلمنا من قائمة زي ما تعلمناها المرة اللي فاتت او انسرت سمارت ارت و انسرت شيب. وتعليمنا برضو التكست بوكس.